الحكومة بأسر الشهداء اهتماما بالغا كأحد أولوياتها وانطلاقا من تكريم الشهادة كقيمة مثلى في حياة هذا الوطن الذي يستحق منا كل التضحيات وأشارت الحكومة إلى أن الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن والذين كانوا دربا نصر وتحرر من الاحتلال العثماني والاستعمار الفرنسي ترسم دماؤهم اليوم درب نصر جديد على الإرهاب والإرهابيين وداعمهم في الكيان الصهيوني وحكومة أردوغان وحكومة الغرب وتؤكد الحكومة اليوم أنها ستقدم كل ما تستطيع لأسر الشهداء والجرحة مشيرة إلى أن تضحياتهم هي التي أثمرت الصمود وهي التي ستثمر الانتصار الكبير في القريب العاجل بالقضاء على الإرهاب رئيس الحكومة لفت إلى أن مؤسسة الشهيد التي هي في طور الإنجاز ستقدم الرعاية لكل أبناء الشعب السوري وكل فئاته التي شاركت في هذا العطاء اللامحدود من القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني والمعلمين والأطباء والمهندسين والإعلاميين والعمال والفلاحين والرياضيين والطلاب وكذلك للأبطال الجرحة من خلال توفير كامل الخدمات الطبية اللازمة لهم وإقامة مشاريع تساعدهم على العيش الكريم وأشار الحلق إلى الاجتماع الهامي والنوعي الذي ترأسه سيد الرئيس بشار الأسد مع عضاء اللجنة العليا للإغاثة من منطلق اهتمامه بالملف الإغاثي مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن جميع أبنائها ولن تتوانى في تقديم يد العون والمساعدة لكل مواطن سوري وستعمل على إيصال المساعدات من دون تأخير ومن خلال العمل مع كل الجهات داخليا وخارجيا دون المساس بالسيادة الوطنية وأقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يتعلق بالقانون الخاص بتصديق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية وشركة سيوز نفتا غاز الروسية للتنقيب عن البترول كما اطلعت الحكومة على دراسة اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات وحلول لمعالجة أوضاع العاملين الذين تعرضت عهدهم لأعمال سرقة أو تلف أو فقدان بسبب الأحداث الراهنة اشتركوا في القناة